والآن نتحول في نشط التاسع لتعرف على أهم أنباء المال والأعمال والتفاصيل مع فاطمة خليل تفضل فاطمة شكرا إلهام نمر شكرا ريهام ديب أهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة أكد الفريق أسامة رابيع رئيس هيئة قناة السويس أن إحصائيات الملاحة بالقناة سجلت منذ تأميمها وحتى اليوم عبر قرابة مليون وواحد وسبين ألف سفينة بإجمالي حمولات صفية تصل إلى 31 مليار و 599 مليون طن لتعكس الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة ضمن منظومة حركة التجارة العالمية وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس تمكنت منذ تأميمها أيضا من تحقيق إرادات ضخمة تجاوزت نحو 143 مليار و 864 مليون دولار لتظل هي حتى الآن واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي للخزانة العامة لمصر تحتفل هيئة قناة السويس اليوم بالذكرة السبعة وستين لتأميم قناة تلك الذكرى التي أعلن فيها الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر بميدان المنشية في محافظة الإسكندرية قراره بتأمين قناة السويس عام 1956 ويعد هذا القرار الذي ساهم في الحفاظ على مقدرات الشعب المصري بمثابة نقطة تحول في تاريخ العالم وعلى مستوى الوطن العربية حينما يتعلق الأمر بالسيادة الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعب المصري فلا سبيل سوى الدفاع عنها بكل الطرق الممكنة ولمصر تاريخ عظيم في الدفاع عن مصالحها بما يحفظ كرامتها أمام العالم أجمع في أواخر عام 1955 جرت مباحثات بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير أسفرت عن اتفاق مبدئي على تخصيص قرض لمصر بمبلغ 200 مليون دولار لإنشاء السد العالي كما أبدت حكومتاء الولايات المتحدة وبريطانيا استعدادهما لتقديم دعم بقيمة 70 مليون دولار للمساهمة في تنفيذ هذا المشروع قبل أن تعلن واشنطن ولندن في 19 يوليو عام 1956 سحب عرض التمويل وبعد علمه بالقرار الأمريكي كان للزعيم الراحل جمال عبد الناصر موقف تاريخي حاسم تجسد في قراره تأميم قناة السويس ردا على قرار سحب تمويل بناء السد العالي قرار التأميم أحد أخطر القرارات السياسية التي اتخذت وكانت بمثابة نقطة تحول في تاريخ العالم وعلى مستوى الوطن العربي فقد حرص الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على تحقيق السرية التامة حتى الإعلان رسميا عن قرار التأميم الذي لا تنبع خطورته من توقيت اتخاذه فقط وإنما من الصمود في تحمل ومواجهة ردود أفعاله وفي السادس والعشرين من يوليو عام 1956 خلال الاحتفال السنوي بمدينة الإسكندرية بذكرى خروج الملك فاروق من مصر أعلنت مصر تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية تأمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من الجزامات قرار التأميم أنهى احتكارا من الشركة المنظمة لعمل القناة منذ إتمام حفرها في عام 1869 ولم تحصل مصر المالك الشرعي للقناة إلا على مبالغ ضائيلة من إراداتها التي بلغت 34 مليون جنيه استرليني عام 1955 وكانت حصة مصر مليونا واحدا فقط القرار الوطني بتأميم قناة السويس جاء بهدف استعادة حق مصر في إدارة أصولها وحفظ مقدرات ومصالح شعبها وبما يتوافق مع المواثيق الدولية وكل الاتفاقيات الخاصة بحرية الملاحة في القناة استقبل وزير البترول وثروة المدني طارق الملا مساعدة وزيرة الطاقة الأمريكية لشؤون العلاقات الدولية جولي سيركيارا والوفد المرافق لها حيث بحث الجانبان سبل دعم التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وزيادتها خاصة في مجال التحول الطاقي وخفض الانبعثات وتوفير الخبرات والتكنولوجيات الحديثة المتخصصة في تنفيذ جهود التقاط وتخزين الكربون وخفض الانبعثات المثال وخلال اللقاء أكد الملة أن قطاع البترول يتطلع للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات التي تقدمها المعامل الأمريكية لشركائها في مبادرة صفر انبعثات حيث أكد أن القطاع يستهدف التوسع في نشاط تموين الطائرات بالوقود النظيف وإنتاجه في مصر أعلنت الحكومة أنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بقيمة 131 مليار دولار خلال 21 شهرا حتى نهاية يونيو الماضي من إجمالي بضائع بقيمة 136 مليار و400 مليون دولار وأوضحت الحكومة أن عمليات الإفراج الجمركي تتم بمراعاة منح الأولوية للسلع الأساسية والغذائية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية والمواد البترولية والوقود وكل ما يخص مستلزمات الانتاج على نحو يسهم في تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية للموطنين في الأسواق المحلية ومن ثم يساعد في دعم جهود الدولة الهادفة للحفاظ على استقرار الأسعار أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لروسيا إلى 595 مليون ومائة ألف دولار خلال عام 2022 مقابل 489 مليون و600 ألف دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع تقدر بـ 21.6% كما بلغت قيمة الوردات المصرية من روسيا نحو 4 مليارات ومائة مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات و600 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع تقدر بـ 15.5% كما أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 4 مليارات و700 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 4 مليارات ومائة مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع تقدر بـ 16.2% عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الجلسة التاسعة من سلسلة جلسات المنتدى الفكرية حول التحولات الديموغرافية في مصر واثارها على النمو الاقتصادية أكد رئيس مركز المعلومات أن العالم يواجه حاليا صراعا مع قوى التغيرات الديموغرافية بسبب سرعة النمو السكاني في بعض الاقتصادات وشيخوخة السكان في اقتصادات أخرى مؤكدا أن عدد سكان العالم ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بمكان عليه في منتصف القرن العشرين كما أكد أن زيادة عدد السكان في مصر الذي ارتفع بنسبة 25.13% منذ عام 2012 لا تتناسب مع الموارد الاقتصادية المتاحة والخدمات المقدمة أكد رئيس مركز المعلومات أن القضية السكانية تتعد واحدة من أهم التحديات التنموية التي تواجهها مصر في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط متراجعة من أعلى مستويتها في ثلاثة أشهر في اليوم السابق بعد أن أظهرت بيانات الصناعة ارتفاع مغزونات الخام الأمريكية لكن مؤشرات على تقلص الإمدادات العالمية وأمال على تحفيز الصين الاقتصادية حد تأمين الخسائر ترجعت العقود الجلل لخام برينت بنسبة 61.100% لتصل إلى 83.13 سنت للبرميل كما انخفض خام غرب تاكسيس الوسيط الأمريكي بنسبة 75.100% لتصل إلى 79.03 سنتات في المقابل ارتفعت أسعار المزوط عالميا بنسبة 4.100% لتصل إلى 2.81 سنت للليتر وانخفضت كذلك أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 34.100% تسجل نحو دولارين و 67 سنت لكل مليون واحدة حرارية بريطانية قالت وزارة المالية الكويتية إن ميزانية 2022-2023 حققت فائضا قدره نحو 6.368.000.000 دينار أو ما يعادل نحو 20.770.000.000 دولار وهي المرة الأولى التي تحقق فيها فائضا منذ 9 سنوات أضافت المالية الكويتية أن الإيرادات الإجمالية بلغت نحو 28.802.000.000 دينار منها 26.713.000.000 دينار إيرادات دفطية بينما بلغت المصروفات الإجمالية حوالي 22.369.000.000 دينار مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لإلهام ورهام لاستكمال ما تبقى من تسعة شكرا لك فاطمة خليل